السلام عليكم و أهلين فيكم في فيديو جديد اليوم سنتحدث لكم عن الخصية في iOS 13 قبل ما فعلت في الخصية ما هي الأشياء التي لم نعرفها عن المطورين كيف يقومون برامج مجانية كيف يأخذون الفلوس ما الذي يأخذون مننا ما الذي يبعون من عندنا كعملاء لكي تصير لديهم ذلك الفلوس ما يعطوني شيء مجاني كبداية سنتحدث لكم عن الخصية والنقطة التي تظهر لنا فوق هنا إذا فتحت أي برنامج مثلا كاميرا سترى نقطة خضرة فوق عندنا مثلا ما نشوف طيب البرنامج إذا كان فيه مايك مثلا مكالمة فتحت سترى نقطة صفرة فالنقطة الصفرة يعلمك أن ترى البرنامج اللي فاتح أو فيه برنامج الآن قاعد يشتغل لأخذ منك الصوت النقطة الخضرة يعلمك أن البرنامج ترى يأخذ منك الكاميرا الآن فيديو قاعد مشقل أو أي شيء يطلع لك النقطة الخضرة فوق نسحب هنا رح يعلمني اسم البرنامج فهذه الطريقة عن الخصية تعلمك قبل ترى فيه برامج يعني مثلا أنت ما عطيت البرنامج لهذه الصراحية أنه يأخذ منك الكاميرا لكن يأخذ الكاميرا برنامج مثلا ما فيه كاميرا أصلا ما فيه تصوير ما فيه شيء مثلا بريد مثلا سؤال مثال فتحته وخذ منك النقطة الخضرة فأعرف أنه برنامج قاعد يتجسس عليك هذا أول خيار الخيار الثاني يجيكي شعارات فوق مثلا خلنا فرطة حين نسخنا كلمة USB أو Front مثلا نسخناها منسوخة عندنا طبعا اللي يعرف أنه في الأيوس تقدر تنسخ برضو وحتى صورة فتخيل أنك نسخ صورة تخيل أنك نسخ رقم وفتحت أي برنامج رح يطلع لك شعار فوق إذا البرنامج هذا خذ النسخ حقك يتجسس عليك يأخذ يشوف أو شي اللي نسخ هذا اليوزر مثلا يحب ذي الأشياء لنسخها فنعطيها لعنات كذا أو نبيع هذا اليوزر لحق شركة ثانية من إنستجرام وغيرها مثلا إحيانا ناسخ عزكم الله مثلا تخيل نايكي مثلا وفتحت إنستجرام تشوف دعيات بعدين لحق أحذية نايكي تطلع لك كيف طلعت أو عندك مثلا تتكلم فاتح إنستجرام تحس فيه وتتكلم مع شخص عن نوع من نوع السيارات أو نوع من نوع الأجهزة بعدين تشوف في إنستجرام تشوف العلانات يطلع لك عن نوع اللي تكلمت مع الشخص كيف الشركة هذه عرفت إنستجرام أو شركة ثانية هم طبعا توصلون مع بعض يعني هذا يبيع على حق هذا وهذا يبيع على حق هذا عادي خصوصا جوجل يعني وفيسبوك اللي ضمنها إنستجرام فمثلا إحياني نسخت أنا كلمة فرونت فأبروح حق برنامج أنا أدري إنه ينسخ ونشوف الإشعار اللي يطلع لنا من فوق أنا البرنامج بيست أنا مجمع ليش لحقنا أجمع النسخ حقي أحط كذا النسخ عندما ننسخت هذا الشي يروح هناك أنسخ مرة ثانية يروح هناك فأتجمعهم هناك فبعلمك كيف ينسخها وأنا عارف إنه البرنامج ينسخ فلو بنروح مثلا محل الوجت حين أو خيار الوجت هنا أنا في برنامج اسمي بيست راح تشوفه مثل ما نشوف هذا البرنامج أو هذا الخيار حين راح تشوف الخيار البعد أو الكلمة ثانية راح تطلع عندنا اسمها فرونت فوق ينسخها ياخذها من عندي ويحطها هناك وتشوف إشعار يطلع لك فوق إنه هذا البرنامج يخذ أو أخذ البرنامج يخذ النسخ حقك نشوف نروح هنا نخذ الكلمة وحطها هنا وطلع اسمي برنامج هذه حركة أبل حطتها لك عشان يعلم كثيرا هذا البرنامج يخذ النسخ أي برنامج ذاني مثلا تخيل أبستور تفتحها يطلع لك ياخذ النسخ حقك راح يطلع لك شعار فوق هنا فالإنستجرام وغيرها راح يصوم لك هذا الأشياء هذا خيار من الخيارات أو شيء من الأشياء الحق الخصية اللي أبل حطتها في iOS 13 برضو في أشياء ثانية مثلا بعض الأشخاص مثلا ما نشوف عندكم هنا يجي لأشعار النفاتح مثلا بيحط الرقم السري حقه ومسوي الأوتوفيل ويطلع لأن ترى الموقع هذا فيه اختراق أو شيء فقير الرقم السري أبل سوى تدي الحركة وتخش العليدات عندك في الجهاز وأنت الردي مشقل في الأي كلاود المفاتيح هنا مثلا ما نشوف لحق الأرقام السرية فأنت مجمع الأرقام السرية كلهم عندك رح تشوفهم تنزل هنا وتخش الكلمات السرية رح تشوف الكلمات السرية حقتك كلهم ويجيك تنبيه هنا لحق كم موقع تم اختراقه كم موقع يقول لك تقول لك أبل قير الرقم السري حقه ترى هذا الرقم السري مثلا مخترق من شبكة ثانية أو من موقع ثاني وترى معرض الحساب حقك للاختراق تعرفه من هنا ويقول لك قير الرقم السري هذا خيار من الخيارات طيب برضو فيه أشخاص تجيهم نفس الرسالة دي ورسلوها لي كده شخص يعني رسلها لي يقولي ايش معناتها لي أول ما افتح البرنامج مثلا فيسبوك فيسبوك معروف عدفة الخصية معدومة أبدا فيسبوك وإنستغرام واتسب كله نفس الشركة لكن هنا يقول لك أن يبي يتوصل أو يوصل حق الأجهزة المحلية اللي عندك ايش معناتها معناتها أن البرنامج نفسه يبي يتوصل كم جهاز عندك حولك علشان يقدر برضو يحدد موقعك يقدر يعرف خصيات أشيء ثاني كم جهاز عندك حولك فيسبوك ليش تبي تشقلها لكن إذا عندك مثلا عندك الجهزة حولك مثلا عندك أليكسا عندك جوجل نستا عندك مثلا الهومبود مثلا مثلا أفتح يوتيوب أنا عندي مقطع حين طيب مثلا ما نشوف المقطع اليوتيوب يشتغل كذا طبيعي أقدر مثلا الصوت هذا حوله على مثلا هومبود أحوله على بلوتوث الجهاز خارجي أضغط هنا وأختار الجهزة البلوتوث اللي عندي كلهم في البيت وأحول لكن إذا طفيت الحركة دي كيف تطفيها حين أعلمكم إياها تخش العدلات تروح الخصوصية تشوف هنا خيار من الخيارات الموجود عندك الشبكة المحلية لو أخش عليه حين هنا وأطفي اليوتيوب خلاص ما أبي ياخذ ولا جهاز من الحولي في الشبكة نفسها اللي في الواي فاي مثلا في البيت فحين لو أفتح اليوتيوب أحول الصوت هذا على شبكة عندي مثلا عن جهاز على الهومبود على البلوتوث عندي على اليوتيوب مثلا مثلا تلفزيون أضغط هنا ما يقدر ما يقدر يتوصل حق أي ملحق من الملحقات عندي في البيت فيعتبر أو لفل أعلى برضو للخصصية لكني من النوع اللي لازم أشقلها أشقلهم دير اثنين هم أنا أستخدمهم كثير فحين لو أضغط أقدر أو الجهاز نفسه أو البرنامج نفسه يتوصل حق للجزء اللي حوالي كلها وأقدر أشارك خيار من الخيارات في أشياء ثانية مثلا تتبع بعض البرامج يخذون لك تتبع والأشياء دي في التطبيقات يعني مثلا شو الخط الحركة أن حتى من الويب يعني مثلا متصبح سفاري أنت فاتحة وقاعد مثلا تبحث عن شي وقاعد تتكلم أو تبحث عن مثلا عزكم الله أو أي شي أو سيارة معينة تشوف بعد أن تفتح من الإستجرام يطلع لك دعائل حق ديش أو تجيلك الرسالة في البريد كيف عرفه هذا الخيار من الخيارات اللي هنا تقرأ تطفيها طبعا اللي طفيتها الشركات رح يتوهقون الشركات من الفيسبوك كلمت أبل وقالت لها أنك أخري ذي الميزات أنت رح توهقين نحن فلوسنا رح تطيح نحن شركات نعطي للعميل الميزات أو الخدمات مجانة الإستجرام غيرها والفيسبوك لازم نأخذ من الخصية عشان نبيع على الشركات الثانية المعلنة فأبل ما ضغط الموج هذا نزلت هنا أنت تحكم بالخصية حقتك من هنا كل الأشياء هذه شي من الأشياء السفاري طبعا في أشياء كثيرة جديدة مثلا لو نضغط هنا بتشوف أن البرامج حقتك والمواقع الخصية وش تتتبع عندك ببعض البرامج مثلا هذا الموقع تشوف كم تتبع حقه وتخش عليه وشوف الأشياء اللي أخذهم مني كل شي تشوفه من هنا هذا طبعا شي من الأشياء لو تريد تعرف أشياء أكثر عن iOS 14 تخش القناة عندي وروح على قوام التشغيل تشوف هنا سلسلة حق قوام التشغيل حق iOS 14 شرحت فيه هذه الميزة وشرحت فيها أشياء كثيرة قدام أبل موقفة كثيرة في أشياء يعني في أشياء ما تكلمتكم عنها كلمتكم هنا في الفيديوهات بس ما بيطول هذا الفيديو فيه برضو خيار هنا أبل رح تنزله إنه لفتحت أبل ستور بتحمل برنامج رح يجيلك سكشن جريد طبعا ما نزلتها الآن أبل سكشن هنا جريد رح يكون يعلمك البرامج هذا الشي اللي يخذ منك بالتفصيل مثلا يخذ منك الصور يخذ منك الأشياء المايك يطلعهم لك هنا بالتفصيل رح تنزل قدام إن شاء الله في النسخ الجاية في الحق الـ AS14 طبعا قبل موقفات رح تلفل أعلى برضو لخصية المستخدم وضيقت على المطورين أكثر برضو إنهم ما يخذون أو ما يقدرون نصلون حق صورك كامل مثال لو نخش لديدات خصية نشوف الصور كان في أول خيارين إن تعطي البرنامج الوصول لحق الصور حقينك أو ما تعطيه لكن الآن نضع الواتساب حين يصل لحق الصورتين ديلي بس أضغط تم الآن لو أخذ الواتساب وضغط مشاركة صور الواتساب لن يمكن الواتساب لحق الصورتين ديلي بس ما يوصل لحق الصور كلهم في الجهاز حقي كذا خلاص من شركة واتساب لا تقوم لحق الصورتين ديلي بس تقدر بكيف كنت ترجع تخلي مثلا خلل الواتساب يوصل لحق كل الصور كذا حين لو أضغط خلاص الواتساب رح يوصل لحق كل الصور اللي عندي في الجهاز فهذا خيار مش بس في الواتساب سناب شات قير في أي برنامج عندك تقدر رح ينتحدد اللي يوصل للبرنامج نفسه تبي يوصل لحق الصور كلهم تبي يوصل لحق بس جزء معين من الصور اللي رح تختارها وتستخدمها فيه بس أنت بكيفك من هنا من الخصية برضو مش بس دي كده راحت برضو لف الأعلى وأعلى في تحديد الموقع مثلا الآن لو بحدد الموقع حقي الكل يعرف أن تحديد الموقع عندك خيارين يتحدد الموقع يوما تحدد حق أي برنامج يعني تعطيل الصلاحية لحق تحديد الموقع حقك الآن أبو الله قالت خلنروح لف البرضو أعلى من دي الخيارات مثلا وروح سناب شات أنا عندي هنا مطلقا السؤال دوما أثناء الاستخدام هذا الشيء طبيعي اللي موجود الموقع الدقيق مثل ما نشوف أنا مطفي الموقع الدقيق يعني شركة سناب شات أحيان ما يعرفون موقعي بالضبط حتى الشباب اللي مشقل معهم تحدد الموقع لو بفتح سناب شات نفسه وبروح الخرايط أنا مش هنا ساكن أنا مش هنا ساكن يعني الشباب اللي موجودين عندي هنا يشوفون موقعي ما رح يقدرون ونصلون حق مكاني أنا ساكن هنا فوق فسناب شات أحيان ما يعرف موقعي بالضبط هذا الخيار الثاني خلاص أنا مشقله علشان بس أستخدم فلاتر حق المنطقة ما أبي شركة سناب شات تعرف بيتي بالضبط لكن في شركة ثاني نجب أن تشقلها يعني مستحيل تسوي ذا الحركة مثلا لو نشوف معاك ما أنا هنا اللي موجود عليه آنا حين هذا هو ما تشقلك هذا البرنامج يقول لك أثنان استخدام تعطيها على المكاني وين حطني هنا طيب لو بشق الخيار بخلي لها دقيق الآن وبرجع حطني بالضبط وين أنا فيه أنا ما بيحطني بالضبط ما بيشركة تدري وين أنا فيه طفي يتغير مكاني أي مكان يحطني أهم شيئا ما يحدد موقعك يعني يحدد المنطقة اللي أنت فيها بس فحركة حلوة لحق برامج مثلا الطقس لو عندك برامج الثاني حق الطقس ما يحتاج الطقس يعرف مكانك بالضبط وين أنت ساكن فيه في أي شقة في أي بيت قصدي لا خلاص المنطقة وخلاص ليش تعرف مكاني بالضبط فهذا خيار من الخيارات تقدر تشقلهم من هنا في كل برنامج طبعا برامج الخرايط ما خرايط لازم تشقلها عدل هو أنك بس لن تأخذ أوبر وإذا تبيع عرف موقعك لازم تحطها عدل لتجيب العيد لحق الشركة أوبر موقعك مثلا تويتر لجي تغرد لأشياء دي اللي بس تحتاج فعلاتر فيها عادي لكن إذا كنت بيتحدد موقعك بالضبط لا برامج خاصة أنك لازم تحدد موقعك بالضبط فيها بس ففي نهاية الفيديو تنسونا الاشتراك بالغناة واشتراك في حسابي بسناب شات تشرف بإضافاتكم عمل لايك المقطع ونشر المقطع وتحليقاتكم تحت تهمني ولا تنسواني وفضل دعاكم السلام عليكم